الخبر هو اللي عادنا عن نيرمين ماري يا حبايب وللأسف تسكير حسابها بالإنستجرام الجديد سكروا يا حبايب فانزات نورمار الجلادين بعد مسؤولوا إبلاغات عليه طبعاً بيزمع الشخاص اللي يسيروا على السبب في يا حبايب نيرمين طلعت ببث مباشر وكشت بيهواية من الحقائق بنسبة لأول شي يا حبايب فصار يسئلوها وهي صار تعترف ان هم ما استلقوا حسابها لإنستجرام وان هي ما كان عندها غيرها لعادة قناة ولا شيء ونيرماري خادة رحطوكم الله لماذا لم تتابع الفريق طيب ما تتابعت الفريق لأن حسابي كان محون وعملت حساب جديد وهنا لم يتابعني وانا لم تتابعني وانا لم تتابع لحده ماذا السبب لعطوك حسابك ما بعرف بصراحة ما في سبب أبدا ما كان في أي سبب انه ما يعطوني الحساب ولا أي شيء وصلا ما كان أنا عندي شيء بالفريق غير حسابي لإنستجرام وبس يعني ما كان عندي لا قناة يوتيوب لحالي ولا أي شيء حتى بس حسابي لإنستجرام وما هيك معطونية وانا ما طالبت أكتر وبعده صار يسئلوها إنه شيء ما تشتكي بالقانون وترجع حسابها بالإنستجرام فقالت إنه رح أستوي هذا الشيء إن شاء الله ويمكن يرجع فيدخل السجن مادر صراحتكم اللي تشوفها حسابك ليش ما أخذت حسابك بالقانون هلا هو إن شاء الله يعني ممكن آخده وممكن يرجع حسابي مبارك بس إن شاء الله وبعده صار يسئلوها إنه هل يا ترى ممكن تدخل فريق جديد فريق وسام تكيد أو غيرها فوضحت إنه لا ومستحيل ما رح تدخل وممكن نتصور بس ويا قمر الطاي وهذول الجماعة أرطوكم اللقطات كميل لفريق تاني لا طبعا أنا ما طلعت لحتى أنظم لفريق تاني أو شيء أنا بدي كمل لحالي ما رح يعني بصور أي مع رفقاتي وكذا بصور مع أمر وهي بس لا ما بدي أطلع فريق تاني أبدا بدي أحب يكمل واحدة واستمر لحالي وبعد صار تحكي على النور مار فتشان كاتبيلها إنه النور مار دائما نسوي نفسي مسكين فقعت أني محكيت أي شيء عليه ولكن مجرد الحكيت اللي صار ويايا عاكو رح تكم اللقطات وكتبوني أنتوية منه بالضبط نور دائما هو المسكين أساسا أنا ما عم بحكي على حدا إذا مسكين أو لا أنا عم بحكي بس الشي اللي صار معي أنا مو أكتر ومع بدي أعمل لا مشاكل ولا أي شيء أنا بس حكيت لكم الشي اللي أنا صار معي بعد المتابعين يا حبايب صار يسألوها أنه هل أنتو نور مار بعدكم مع صداقك خارج السوشال ميديا فوضحت أنه هي معدأ أي مشكلوية ولكن المتابعين هم بدي يسيبوها ويتهجمون عليها ويسيبون أبوها فعطوكم اللقطات شوفوها نور حيضا صداقك بس بعد عن السوشال ميديا ولا خلص أتخانقته أنا ما أنا متخانق مع أي حدا أبدا حتى أنا ما عملت مشاكل بالمرة يعني أنا ما بعمل مشاكل بس هنا بعملوا مشاكل بجين مشاكل لعندي بس وكمان شغلي يعني في بعض من الفانزات عم يدخلوا حسابي أنا ويعدوا يشتموا ويحكوا كلام ومثبات ومدرشوا حكي كثير يعني أطفال أطفال عادين عم تحكوا حكي أبدا يعني ما له داعي وحكي أبدا ومزبوط يعني أنتم ما نكون عايشين معنا حتى تعرفوا أنتم شو صار وشو يلي ما صار وبتروحوا لحساب بابا وبتعدوا بتسبوا وبتحكوا أشياء كثير بايخة على أنه أنا اللي غلطت مع الفريق وأنا ساويت وأنا عملت أنا ما حكيت على حدا وما غلطت على أي حدا بس أنا كل اللي حكيته أنه بس طلعت وعملت حساب جديد للإنستغرام وبس مؤكتر يعني هذا مسلا شو صار يعني خربت الدنيا أكيد لا أنا هاد الشي اللوحيدي اللي عملت وولا طلعت لا حكيت على نور ولا على غيره بس مبارح حتى بابا عم يفرجيني كثير رسائل مثبات وحكي يعني كثير تعفه من فانزات كمان نور يعني وأنا ما يعني حتى أنا فانزاتي بيهنين بيعرفوا أنا لعملت مشاكل وما حدا بيطلعوا بيسب حدا تاني أو بيحكي عليهم خلصت أنا أنا مالي أصلا بالمشاكل وتانيا يعني أنا ما عملت شي ولا طلعت عملت مشكلة أو طلعت أنا والله فتحت بس وحكيت على حدا معين أو شي لا أنا ما حكيت أنتو سألتوني بس أنا وين حسابي وأنا بس رديت عليكم وبس حتى يعني ما لا سبيتهم ولا حكيت عليهم أبدا وبعد المتابعين صار يسئلوها أنه هل هي ترقى مرطائه هي لتتحركها ودتلعب عاقلها فقالت هذا الشي مستحيل وإذا يجي بيوم واحد يلعب أقل الثاني فهي اللي راح تلعب عاقل قمر راعيكم راحتكم اللقطة شوفوها وفي كمان بعض من الفانز وبعض العالم عم يحكولي شو أنه أمد لعبة بعقلك وأمر يلي طلعتك خلتك تطلع غصبا عنك من الفريق شو هتفاهة يعني شو هتفاهة أمر أصغر مني لش هي تلعب بعقلي يعني أنا أكبر منها إذا بيجي يوم حدا دا يلعب لبعقلة أنا تبلعب لبعقلة مو هي وبعدا يعني أمر كل اللي عملته أنه بس دعمتني وقفت جنبي ما أصلا لا ثبت البنت على الفريق ولا حكت على أي حدا هي كمان ولا عملت مشاكل مع حدا ودعمتني بس يعني هي شافت أنه شار فيني وقاله راح لحسابي وبس سعادتني يعني دعمتني بس بحسابي الجديد وبس البنت بالعكس يعني ما عملت لي شي ولا لعبة بعقلي ولا أي شي وأمر بتحب الكل وما عملت مشاكل مع أي حدا كمان ووصلوا لحباي بنصوات المقطع في جنوب قبل ايكاتر شانا يكون في هذه المقات ميكتل القصاص أحبكم وبس مع السلامة